الابن والروح الكدس الإله الواحد أمين يمكن حصل عطل في الكهرباء دلوقتي في الكنيسة فعشان كده يعني إنقاذاً للموقف هنبدأ ببس كلمة روحية إلى أن يتصلح العطل في الكنيسة ونقدر أنه فعلاً نعمل بس للقداس من الكنيسة بعد قليل إن شاء الله تأملنا النهاردة في إنجيل الأحد الماضي إنجيل مبارح إنجيل السامرية من النصوص المهمة جداً اللي بتساعدنا في زمن الصوم هو إنجيل السامرية إنجلي قديس يحنى الإصحاح الرابع ولما علم يسوع أن الفرسيين سمعوا أنه اتخذ من التلاميذ وعمد أكثر مما اتخذ يحنى وعمد مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه ترك اليهودية ورجع للجدل وكان عليه أن يمر بالسامرة فوصل إلى مدينة في السامرة يقال لها سخارة بالقرب من الأرض التي أعطاها يعقوب لابن يوسف وفيها بئر يعقوب وكان يسوع قد تعب من المسير فجلس دون تكلف على حفة البئر وكان تساعة تقارب الظهر الساعة السادسة فجاءت امرأة من السامرة تستقي فقال لها يسوع اسقيني وكان التلاميذ قد مضوا إلى المدينة ليشتروا طعاما فقالت له المرأة السامرية كيف تسألني أن اسقيق وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية لأن اليهود لا يخالطون السامريين أجابها يسوع لو كنت تعرفين عطاء الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني لسألتيه أنت فأعطاقي ماء حيا وقالت له المرأة يا رب لا دلو عندك والبئر عميقة فمن أين لك الماء الحي هل أنت أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه وماشيته أجابها يسوع كل من يشرب من هذا الماء يعتش ثانية وأما الذي يشرب من الماء الذي أعطيه أنا إياه لن يعتش إلى الأبد بل الماء الذي أعطيه إياه يصير فيه عين ماء يتفجر للحياة الأبدية قالت له المرأة يا رب أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش فأعود إلى الاستقاء منها هنا قال لها اذهبي فادع زوجك وارجعي إلى ها هنا أجابت المرأة ليس لزوج فقال لها يسوع أصبتي إسكولتي ليس لزوج فقد كان لك خمسة أزواج والذي عندك الآن ليس بزوجك لقد صدقتي في ذلك قالت المرأة يا رب أرى أنك نبي تعبد أباؤنا في هذا الجبل وأنتم تقولون أن المكان الذي فيه يجب التعبد هو في أرشاريم قال لها يسوع صدقيني أيتها المرأة تأتي ساعة فيها تعبدون الآب لا في هذا الجبل ولا في أرشاريم أنتم تعبدون ما لا تعلمون ونحن نعبد ما نعلم لأن الخلاص يأتي من اليهود ولكن تأتي ساعة وهي حضرة الآن فيها العباد الصادقون يعبدون الآب بالروح والحق فمثل أولئك العباد يريدوا الآب إن الله روح فعلى العباد أن يعبدوا بالروح والحق قالت له المرأة إني أعلم أن المشيح آت وهو الذي يقال له المسيح وإذا أتى أخبرنا بكل شيء قال لها يسوع أنا هو أنا الذي يكلمك ووصل عند إذن تلميزه فتعجبه من أنه يكلم امرأة ولكن لم يقل أحد منهم ماذا تريد أو لماذا تكلمها تركت المرأة جرتها وذهبت إلى المدينة قالت للناس هلموا فانظروا رجلا قال لي كل ما فعلت أتراه المسيح فخرجوا من المدينة وصاروا إليه حقا والمجد لله دائما أول حاجة بتستوقفنا في هذا الإنجيل هو ساعة لقاء يسوع مع هذه المرأة وقت الظهيرة الساعة السادسة هي نفسها ساعة صلب يسوع التقى يسوع مع هذه المرأة الساعة السادسة وصلب على الصليب الساعة السادسة وكأن هذا اللقاء هو لقاء صورة مصغرة من يسوع على الصليب اللي بيفتدي الجنس البشري كله هذا اللقاء بيكلمنا عن الماء الحي وإنجيل يوحنى في الموضوعين دول موضوع الماء الحي أو ماء الحية وخبز الحية خبز الحية إشارة إلى يسوع المسيح نفسه الخبز الحقيقي النازل من السماء والواهب الحية للعالم وماء الحية إشارة إلى الروح الكدس من هنا هذا اللقاء هو اللقاء مهم لأنه في نفس ساعة صلب المسيح بيلتقي مع هذه المرأة السامرية في هذا اللقاء أحب أركز على النقطة الأولى هي نظرة المرأة السامرية إلى ضعف الإمكانيات لا دلوة لك والبقر عميقة ودي الكلمة يمكن اللي بتخطب حياتنا النهاردة إنه بالمنطق البشري كده إحنا بنمر بنمر بحالة شر كبيرة جدا بالمنطق البشري يمكن صعب يكون فيه حلول لا دلوة لك والبقر عميقة من أين لك الماء الحي المنطق البشري ولكن يسوع بيأخذنا للمنطق الإلهي الماء الحي فكرة لم تخطر على بال المرأة السامرية ولم تخطر على بال أحد بالمنطق البشري مش ممكن يسوع يجيب مية من البقر لأنه ليس معه دلوة ده كلام السامرية ولكن أفكار الله مختلفة وبتخذنا في نقطة أبعد بعيد عن الفكر البشري حديث يسوع عن الماء الحي وحديث يسوع عن الماء الحي الماء الذي ينبع إلى الحياة الأبدية من يشرب منه لا يعتش حاجة مختلفة خالص عن المنطق البشري اللي بتتكلم به المرأة السامرية النقطة التانية اللي حابب أن أنا أتأمل فيها معاكم في هذه الليلة هي العبادة المرأة السامرية أول اعتدى يسوع يكشفها وأول ما بدأ يدخل إلى أعمقها على طول أخذت هذا الساتر هذا البروفان الحديث عن العبادة أين نسجد؟ في هذا الجبل أم في أرشاليم؟ أول ما الإنسان بيلتقي بالله عايز يستخبه وراء بروفان معين وللأسف أن أحيانا العبادة بتكون هاية هذا الساتر الخيالي هذا الساتر الخارجي الإنسان ممكن يستخبه فيه فيه عبادة الظاهرية في العبادة الخارجية في العبادة الشكلية ويسوع هنا بيدخل معاها في عمق كيانها صدقيني أياتها المرأة تأتي ساعة فيها تعبدون الآب لا في هذا الجبل ولا في أرشاليم أنتم تعبدون ما لا تعلمون ونحن نعبد ما نعلم تأتي ساعة وهي الآن حاضرة العباد الصادقون فيها يعبدون الآب بالروح والحق مش شايفين أن فيه نوع من التشابه بين ما نعيشه النهاردة وبين هذه الكلمة أحيان كتيرا بنتبسك بالعبادة الخارجية بالعبادة الشكلية إيه هو ترتيب الصيام إيه هو شكل الصيام إيه هي مادة الصيام ناكل إيه وما ناكلش إيه طبعا ده مهم ما بنقللش من أهميته لكن فيه عبادة بالروح والحق حتى فيه هذه الأزمة أزمة الوباء الحديث عن الشكليات نتناول إزاي نتناول بأي طريقة بأي أدوات فيه دخول إلى العمق يا جماعة من فوائد الأزمة اللي إحنا بنعيش فيها هذه الأيام إنه هي بتعرينا من كل شيء بتعرينا حتى من زواتنا بتعرينا حتى من العبادة الخارجية من التمسك بالعبادة قبل الكنيسة قفلت والاجتماعات وقفت والخدمات وقفت وكل الأماكن العبادة فاضية هنقدر نستطيع إنه هنعبد الله بطريقة بطنية بطريقة عميقة بطريقة كيانية في حياتنا ولا متوقفين على الأمور الخارجية متوقفين على أكان العبادة وأدوات العبادة والأمور المظهرية والأمور الخارجية من فوائد هذه الأزمة إنه إحنا بتضعنا أمام الأمور الجزرية والحياتية العميقة في حياتنا بتخلينا نكتشف فعلاً إن إحنا أريانين زي المرأة السامرية اللي هي تعرض تماماً تعرض تماماً يسوع كشفها وقال لها قد كان لك خمسة بمنتهى الثقة كمان وبدون تجريح قد كان لك خمسة أزواج والذي هو معك الآن ليس زوجك بالصواب أجبتي بديها ثقة ولكن في نفس الوقت بيدخل إلى أعمقها أنها لم تشبع لم تشبع من هذا العالم لم تشبع من الزواج لم تشبع من العلاقات لم تشبع حتى من العبادة الخارجية وهنا الإنسان بينكشف في باطنه في داخله في حقيقته لذلك أنا شايف أن الاتباط كبير بين لقاء يسوع مع المرأة السامرية وبين ما نعيشه هذه الأيام وبالأخص فيما يخص العبادة احتمال كبير ما نقدرش نحتفل بطقوس العيد يمكن ما نقدرش نحتفل هل فعلاً هنشهر بقيامة المسيح وهل فعلاً هنقدر أن إحنا يكون عندنا علاقة باطنية من غير طقوس ومن غير احتفالات جماعية ومن غير شكل جماعي بقيامة المسيح ولا إحنا حتى العيد بنختزله أو المناسبات الدينية بنختزلها في الطقوس الخارجية وفي الأشكال الخارجية في الاحتفال ده مهم جداً العبادة الحقيقية تعبدون الآب بالروح والحق مثل أولئك العباد يريد الآب إن الله روح فعلى العباد العباد أن يعبدوه بالروح والحق العبادة الحقيقية مش بالطقوس ولا بالمظاهر ولا بالأشكال الخارجية ولكن بالروح والحق عشان كده هذه الفترة فعلاً علينا أنه نبني علاقة مختلفة بيسوع المسيح من خلال الظرف اللي الله سمح إن احنا نكون موجودين عشان ننتقل مثل هذه المرأة السامرية من علاقة فيها هروب إلى علاقة تشهد عن يسوع المسيح تعالوا وانظروا إنساناً قال لي كل ما فعلت مش مكسوفة أبداً مش مكسوفة أبداً وهي بتقول ده إنه إنساناً قال لي كل ما فعلت اللي علاه هو المسيح بنطلب فعلاً في هذا اليوم من خلال لقاء يسوع المرأة السامرية أن هذا اللقاء يجدد حياتنا وأن هذا اللقاء يخلينا نتغير ونتوب توبة جديدة توبة فعلية على مثال توبة المرأة السامرية اللي التقت بيسوع وفعلاً حياتها تغيرت أمين المجد للقاب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين هننتقل لبس مباشر للأداس الإلهي من الكنيسة حتى وإن كان على الشموع لكن يعني نقدر نكون نصلي مع بعض القدس من الكنيسة شكراً